موسيقى السلام عليكم نشرة الثالثة عبر ششة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين غرفة عمليات بعثة الحج تعلن عن وفاة أربعة حجاج ليبيين قضوا في حديثة تدافع منا وتقول إن عمليات البحث جارية بخصوص أربعة عشر حجا فقدوا يوم الحادثة مقتلوا خمسة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين تابعين لقوات حفتر وذلك أثر اشتباكات في بنغازي ومركزها الطبيين في ظهور أي حالة في إصابة بمرض الطاعون داخل المركز موسيقى اللجنة البرلمانية لمتابعة الأمور الطارئة بمجلس النواب تجتمع اليوم لاتخاذ قرارها بخصوص ذهاب فريق الحوار من عدمه إلى الصخيرات والمؤتمر لم يحدد موعدا لمناقشة موضوع العودة للحوار أهلا بكم أعلنت غرفة عمليات بعثة الحج الليبية عن وفاة أربعة حجاج ليبيين قضوا في حديثة تدافع منه من ضمن الحجاج المفقودين من البعثة نشرت البعثة عبر صفحتها أسماء الحجاج الذين قضوا في هذه الحادث وهم عمران عبد النبي بشير من المنطقة الوسطى الزهراء البسطام الشعراني من الجبل الغربي عائشة محمد الضاوي من الجبل الغربي ويوسف محمد يوسف الطويل أيضا من الجبل الغربي هذا وأوضحت البعثة أن جميع من قضوا هم من المجموعة ألف مشيرة إلى أن غرفة عملياتها تتابع بحثها عن بقية المفقودين يذكر أن البعثة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن فقد 14 حجا من بعثة الحجيج الليبي هذا وقد أصدرت البعثة الليبية للحج بيانا صحفيا مساء السبت بشأن المفقودين في حادثة تدافع بمشعر منه نظرا لكترة عدد بعثات الدول الإسلامية وفي المقابل العدد الكبير لمن قضوا في الحادثة الأمر الذي كان في غاية الصعوبة أن تفتح السلطات السعودية المشرح أمام جميع البعثات ليتعرفوا على المتوفين هذا وسيعقد مساء اليوم اجتماع مع مندوب المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية وبناء عليه سيتم تحديد موعد للبحثة الليبية للتعرف عبر الصور على المتوفين في حادثة ميناء وقال رئيس لجنة الإدارية ببعثة الحج الليبية صبر الفرجاني إنه تم تفويج الحجاج المتعجلين من ميناء إلى أماكن إقامتهم في مكة وسيتم نقل بقية الحجاج اليوم الأحد أضف صبري أنه سيتم نقل الحجاج من مبتوري الأطراف إلى المدينة المنورة في الثالث عشر منذ الحجة لمدة ثلاثة أيام ليتم بعدها نقلهم إلى ليبيا عبر مطار مصرات الدولي في أول رحلة لعودة الحجاج مطلع الشهر القادم لتفاصيل أوفا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف رئيس اللجنة الإدارية ببعثة الحج الليبية صبري الفرجاني سيد الفرجاني بداية غرفة عمليات البعثة هل تمكنت متتبع باقي المفقودين من حجاج البعثة الليبية؟ والله بداية بالنسبة للغرفة رئيس الغرفة شخصيا هو موجود سيد جبرين عديلة شخصيا موجود في ثلاجة المعيسم وواقفين على الجثة شخصا سخص بإعادة أن كل جثة للتعرف عليها من ناحية الصورة أو البطاقات الموجودة معها وحتى هذه اللحظات هم موجودون كباعة داخل الثلاجة لمعرفة من المتوفيين إن كان فينا بينهم من حجاج ليبيا هل من أحصائية دقيقة حتى الآن بشأن عدد المفقودين من الحجاج الليبيين؟ خلال هذه اللحظات منذ قليل تم إبلاغنا عن عدد اثنين من الحجاج يعني كانوا أربع حجاج الآن ست حجاج من حجاج ليبيا في هذه الحادثة طيب كيف تجري عملية تفويج الحجاج الليبيين الآن بشكل عام إلى ليبيا؟ سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم؟ بالنسبة للمتوفيج الحجاج سيكون انطلاقا من مطار المدينة المنورة أول رحلة ستكون يوم واحد عشرة بها حجاج مكثوري الأطراف وهي ستكون منطلقة إلى مطار مصراتها ثم مطار معيتيقة هذه أول رحلة بالنسبة للحجاج الليبيين الرحلات الأخرى ستكون يوم أربع عشرة حتى تاريخ أحداش عشرة آخر رحلة لحجاج ليبيا ونتمنى لهم سلامة الوصول أشكرك جزيلا رئيس لجنة الإدارية ببعثة الحج الليبية صبري الفرجاني أكد مصدر طبي لقناة ليبيا لكل الأحرار مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين تابعين لقوات حفتر وذلك أثر اشتباكات وصفت بالعنيفة جرت في أحياء متفرقة من بنغازي يوم أمس السبت هذا وقال الناطق الرسمي باسم قاعدة بنين الجوية والموالية لقوات الكرامة ناصر الحاسي إن خمسة أشخاص تابعين لقوات حفتر قضوا نتيجة اشتباكات جرت بالمدفعية الثقيلة في محاور الصابري وشارع الخليج والسيدي فرج أضف الحاسي أن معارك عنيفة أخرى جرت ضد قوات مجلس شورة واري بنغازي في محوري مستشفى الجمهورية وفندق النوران يوم أمس من جهة ثانية أكدت مصادر متطابقة لقناة ليبيا لكل الأحرار سقوط قذائف عشوائية على منطقة السلماني يوم أمس هذا ونقلت المصادر أن سكان وأهالي عمارات السبخة المجاورة لمنطقة الصابري قاموا بإخلاء شقاقهم ومنازلهم عقب سقوط عدد من القذائف العشوائية على المنطقة وهو ما أدى إلى تدمير عدد من السيارات في بنغازي أيضا نفى مركز بنغازي الطبي ظهور أي حالات إصابة بمرض الطعون داخل المركز وطلب المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عند رصد حالات إصابة بمرض معين التواصل مع المركز الطبي قبل نقل الأخبار بشكل غير علمي ونبقى في بنغازي حيث وجه مستشفى الجلال الجراحة والحوادث نداء عاجلا إلى كل من يمتهن التمريض من سكان المدينة يطالبهم بضرورة التوجه إلى المستشفى فورا هذا وأكد مصدر الطبي بالمستشفى وفات طفل وإصابة عمه بحروق أثناء محاولتهم إشعال الفحم بالبنزين مساء الخميس وذكر المصدر أن الطفلة وفي متأثرا بحروقه التي وصلت نسبتها إلى تسعين في المئة فيما لا يزال عم الطفل يتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى هذا وراء النشط السياسي صلاح البكوش أن كل كارثة حصلت في مدينة بنغازي سببها خالفة حفتر الذي لا يؤمن بمجلس النواب والمؤتمر الوطني ولا أي شرعية على حسب قوله ما يحدث في بنغازي هي كارثة كارثة وسببها رجل أنقلب على الشرعية في 1969 ويريد أن ينقلب على الشرعية الآن وهو شخص لا يؤمن لا بمجلس النواب ولا بمؤتمر وطني ولا بشرعية أذا وقال عضو مجلس النواب جاب الله الشباني إن المجلس والحكومة المنبثقة عنه قدمت كل المساعدات الإنسانية للنازحين ولا يزال مجلس النواب يقدم المساعدات لتخفيف الضرر منوها إلى أن الحرب على الإرهاب ستستمر حسب قوله مجلس النواب والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب قدم كل المساعدات الممكنة والتي في استطاعته لتوفير حاجيات النازحين سواء كانت الغداء سواء كانت السكن سواء كانت الدواء ومزال مجلس النواب في تقديم هذه الإعنات لتخفيف الضرر على النازحين من جانبيه وصف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة لعمامي الوضع في مدينة بنغازي بالصعب خاصة بعد إعلال نجنة الأزمة بالمدينة أن نسبة النازحين في بنغازي بلغت 71% الوضع متأزم جدا ونعتقد بأنه إذا استمر هذا الوضع كما هو عليه الآن في زيادة مطاردة باستخدام الأسلحة الثقيلة داخل مناطق السكنية باستخدام الطيران هذا سيؤثر أيضا في المقام من البنية التحتية وأيضا سيؤدي إلى نزوح أكبر من سكان قال المتحدث الإعلامي بمجلس شورى ثوار درنة وضواحيها محمد المنصوري إن اشتباكات بالمدفعية الثقيلة جرت في حي الأربعمية والمتحصن به ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت مضيحا أن ثوار مدينتي البيضاء وطبرق شاركوا في كل العمليات العسكرية الأخيرة بالمدينة وأضف المنصوري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم حققت تقدما في منطقة الفتائح منوها إلى أنهم تمكنوا من السيطرة على مزرعة دندن والتي كانت تنظيم متحصنا بها الأيام الماضية من جهة ثانية أكد المنصوري قيام قواتهم بمدهمة بعض المنازل التابعة لأفراد ما يعرف بتنظيم الدولة يوم الجمعة أوضح المنصوري أنهم عثروا على معدات للتفخيخ إضافة إلى براميلة ممتلئة بالوقود في منزل أحد أفراد التنظيم مشيرا إلى أن عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يقومون بقصف المنازل المحيطة بالمحاور بشكل عشوائي فضلا عن تفخيخ بيوت المدنيين بعد انسحابهم من أي منطقة قال أمير الشرطة العسكرية بسرة محمد الزادمة إنما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داهم بعض البيوت في سرت وبهادي مضحا أن تنظيم الدولة قام بتطويق منطقة بهادي بالكامل قبل أن يباشر في عمليات التفتيش أضف الزادمة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يعرف بتنظيم الدولة صادر بعض الأسلحة في هذه البيوت فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين في منطقة بهادي التي تبعد عشرة كيلو مترات جنوب سرت هذا وأفد أمير الشرطة العسكرية بسرت أن المدينة تعاني أوضاعا إنسانية صعبة حسب تعبيره مشيرا إلى وجود نقص في الوقود والإمدادات الطبية والغذائية إلى الكفرة حيث قال الناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد بو خليل أن المدينة تشهد هدوءا نسبيا منذ أربعة أيام تتخللها بعض الاشتباكات المتقطعة في حي جدرفي وأضاف خليل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأوضاع الإنسانية في المدينة صعبة للغاية مع استمرار إغلاق طريق جال الكفرة من قبل من وصفها بالمجموعات المسلحة التي تتمركز في نقاط غير ثابتة على الطريق وتقوم بمنع دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات والمواد الغذائية للمدينة دانت القوات المسلحة السودانية ما قام به مؤخرا كل من ما تسمى بحركة العدل والمسواة في ليبيا وفصيل مناوي صفة إياه بالعمل الإجرامي والإرهابي قال مدير إدارة الإعلام العسكري بالقوات المسلحة السودانية محمد عجيب إنه من المتوقع أن تقوم مؤسسات المجتمع الدولي على رأسها الاتحاد الأفريقي بتنشيط القرارات العقابية الخاصة بالحركات التي تعمل على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي إذكر أن مجموعات مسلحة تابعة لما تسمى بحركة العدل والمسواة كانت قد هاجمت مدينة الكفرة الأسبوع الماضي بهدف الاستلاء على أحد المعسكرات في الكفرة حسب ما صرحت به جهات مسؤولة في المدينة قال مدير المكتب الإعلامي للقوة الثالثة والمكلف بتأمين الجنوب محمد غليوان قال إن مدينة وباري شهدت هدوءا كاملا يوم أمس مضيحا أن الأوضاع مستقرة نسبيا حسب وصفه أضف غليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هناك محاولات لإيقاف الاشتباكات وحقن الدماء في المدينة وذلك عن طريق وفد اجتماعي من الأمازيغ مشيرا إلى أن النتائج لم تتضح بعد هذا وأفد مدير المكتب الإعلامي أن عودة النازحين لوباري مرتبطة بإيقاف المعارك منوها إلى أن الأوضاع المعيشية في المدينة معتمدة بشكل كلي على المساعدات والإعانات التي تأتي من خارج وباري قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن اللجنة البرلمانية لمتابعة الأمور الطارئة بالمجلس ستجتمع مساء اليوم لاتخاذ قرارها بخصوص ذهاب فريق الحوار من عدمه إلى الصخيرات أوضح فحيمة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس سيجتمع يوم غد الاثنين للمصادقة على قرار اللجنة البرلمانية مشيرا إلى أن اللجنة هي المخولة بمتابعة الحوار هذا وأضاف عضو لجنة البرلمانية لمتابعة الأمور الطارئة أن موقف المجلس من الحوار لم يتغير منوها إلى رفض مجلس النواب فتح باب التعديلات حسب قوله فيما قال عضو المؤتمر الوطني العام أبو القاسم جزيت إن المؤتمر لم يحدد بعد موعد جلسة لمناقشة أسماء المرشحين لحكومة الوفاق أوضح قزيت لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدم الدعوة إلى عقد الجلسة لمناقشة الأسماء يشير إلى رفض تعديلات المسودة الأخيرة للحوار والتي لم يناقشها المؤتمر في جلسة رسمية ما يعني توقف مسار الحوار الوطني وأشار عضو المؤتمر إلى أن هناك توجها لدى أعضاء المؤتمر في مناقشة أسماء الحكومة والسئناف جولات الحوار الذي يتعارض مع موقف رئاسة المؤتمر حسب قوله لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب بن الزاوية المحلل السياسي محمد الهنغاري سيد الهنغاري بداية فيما يتعلق بموقف مجلس النواب ماذا للات قول المجلس أن اللجنة البرلمانية المكلفة هي التي ستحدث ذهاب فريق الحوار من عدمه إلى الصخيرات وتأكيدهم أيضا أن موقف المجلس من الحوار لم يتغير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ولمشاهدة شكرا للمشاهدة ولمشاهدة المشاهدة في أزم الإبعاء وغروش إلى بر الإمام لأنهم يعرفون بكل يوم متأخر يوم سيكون علينا مكسافة أبقى الإبعاء كما تشاهدين الآن أصبح المدد مكسافة ومكسافة ومكسافة أستخدم الجيش المحترف ورأيناها كيف حالك هذا سيد الهنجري فيما يتعلق بالحوار ومجرياته يعني مجلس النواب الآن يؤكد اليوم أيضا أنه يرفض فتح باب التعديلات متى داعيات هذا الموقف برأيك على مسار الحوار أعتقد من التعديلات أغلقات المهمة التي تحصل عليها المؤتمرية لتعديلات تعتبر جيدة أثناء المتطلبات الوطنية ومتطلبات الشخصية وأعتقد أن هذا مجال الآن لفتح العديلات الاجتمر في تشكيل حكومة محددينية طلب المؤتمر بالعديد من التعديلات وهو الكسب الوقت ولكن أعتقد أن الدول الغربية والدول الصراعية لليبيا دول الأربعة أصبت هذا المطلق وهو كسب الوقت لمكاسب التعديلات شخصية والتعديلات لليبيا أعتقد أنه حكومة الوطنية شكرا لك المحلل السياسي محمد الهنغاري كنت معنا عبر سكايب من الزاوية أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته أمام الجامعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين أن أكد تعذر تنفيذ أهداف أو عفواً أهداف التنمية المستدامة في ليبيا وذلك بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي فيها وفق تعبيره طالب صالح المجتمع الدولي بدعم جهود الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد وتفعيلها هذا ووجه رئيس مجلس النواب نداء طالب فيه بكشف الأموال التي تم تهريبها خلال فترة حكم القذافي وتقديمها بشكل عاجل إلى الدولة الليبية قال المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الإيطالي جامبيرنو ماسولو إنه ليست هناك مؤشرات خاصة تؤكد وجود صلة بين تدفقات الهجرة والإرهاب تفاصيل أوفاه في سياق هذا التقرير لا مؤشرات خاصة على وجود صلة بين تدفقات الإرهابيين والمهاجرين هي كلمات أطلقها المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الإيطالي جامبيرو ماسولو عشية بدء المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مهربي البشر في ليبيا ماسولو لم يغلق الباب أمام احتمال تسالل بعض الإرهابيين بين صفوف المهاجرين لكنه استبعد على الأقل في الوقت الراهن تأكيد ذلك بسبب عدم وجود دليل قاطع يؤكد هذه الافتراضات تصريحات أوروبية جاءت عقب أخرى حاول فيها المسؤولون الأوروبيون طمأنة الأطراف في ليبيا إلى أن هذه العملية تستهدف المهربين فقط بغرض إيجاد حلول للمهاجرين لأنهم يشكلون عبءا اجتماعيا واقتصاديا على القارة العجوز وعلى ما يبدو فإن التصريحات الأوروبية لم تلقى آذانا ساغية لدى السلطات الليبية التي حذرت من الغموض الذي يشوب تفاصيل المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأوروبية وعلى الرغم من إطلاق المرحلة الثانية من العملية الأوروبية فقد شكك باحثون سياسيون في الجدوى منها واعتبروا أن الغرض منها هو تخويف أفواج المهاجرين غير النظاميين الحل الأمني العسكري لن يجدي شيئا والدليل على ذلك أن لحد الآن كل العمليات فشلت تصريحات متضاربة لا تصل في معظمها إلى آذان أغلب المهاجرين غير النظاميين الذين فروا من جحيم الفقر والقتل في بلدانهم الثالثة متواصلة وفيها بعض الفاصل مدير مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني يؤكد انطلاق العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم الابتداء والإعداد والثانوي اليوم الأحد غرفة عمليات بعثة الحج تعلن عن وفاة أربعة حجاج ديبيين قضوا في حادثة تدافع منا وتقول أن عمليات البحث جارية بخصوص أربعة عشر حجا فقدوا يوم الحادثة مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين تابعين لقوات حفتر وذلك أثر اشتباكات في بنغازي ومركزها الطبي في ظهور أي حالات إصابة بمرض الطاعون داخل المركز اللجنة البرلمانية لمتابعة الأمور الطارئة بمجلس النواب تجتمع اليوم لاتخاذ قرارها بخصوص ذهاب فريق الحوار من عدمه إلى الصخيرات والمؤتمر لم يحدد موعدا لمناقشة موضوع العودة للحوار أهلا بكم الجديد أكدت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن عين زارة قيام مجموعة تابعة للواء المحجوب بالهجوم على مؤسسة الإصلاح والتأهيل لتهريب أحد النزلاء وذكرت المؤسسة عبر صفحتها أن الهجوم أدى إلى إصابة أحد أفراد الحراس المكلفين بتأمين المؤسسة والقبض على أربعة من المجموعة المهاجمة كانوا في حالة سكر ونقلت إدارة السجن عن قادة وأفراد لواء المحجوب قولهم إن هذا العمل لا ينتمي إليهم وأنه عمل فردي من مجموعة خرقت القانون ويجب محاسبتهم وتقديمهم للعدلة أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم بحكومة الإنقاذ الوطني سمير جرناز أكد انطلاق العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي اليوم الأحد وأوضح جرناز أن الوزارة خولت للإدارات التعليمية في جميع المناطق التابعة لوزارة التربية والتعليم طرابلس خولتها بتقدير الموقف حول بدء الدراسة من عدمه مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي بلاغ حتى الآن يفيد بعدم القدرة على انطلاق العملية التعليمية في أي منطقة ختم النشر وهذا تذكير بالعنوين قرفة عمليات بعثة الحج تعلن عن وفاة أربعة حجاج ليبيين قضوا في حدثة تدافع منا وتقول أن عمليات البحث جارية بخصوص أربعة عشر حجا فقدوا يوم الحادثة مقتلوا خمسة أشخاص وإصابة سبعة عشر أخرين تابعين لقوات حفتر وذلك أكثر اشتباكات في بنغازي ومركزه الطبي في ظهور أي حالات إصابة بمرض الطاعون داخل المركز اللجنة البرلمانية لمتابعة الأمور الطارئة بمجلس النواب تجتمع اليوم لاتخاذ قرارها بخصوص ذهاب فريق الحوار من عدمه إلى الصخيرات والمؤتمر لم يحدد موعدا لمناقشة موضوع العودة للحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر